المجموعات الارهبية خرقها اتفاق المنطقة منزوعة سلاح في إدلب الاختلاف على سياسة التطبيل التي يتفنن بها إعلام النظام ففي الوقت الذي يحاول فيه توجيه الأعين إلى خرق الهدنة من قبل الفصائل تصمر ميليشيا أسد ومعها الميليشيات الإيرانية في الحجد على تخوم إدلب وربما تنتظر الضوء الأخضر من قبل روسيا التي تقود على قدم وساق ضغطات على شركتها تركيا في اتفاق المنطقة معزولة السلاح وفي انتظار جولة جديدة من أسيتانا يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الثاني تخرج الأمم المتحدة بتصريحات جديدة معربة عن قلقها على مصير ثلاثة ملايين شخص في إدلب والمناطق المحيطة بها مع تزايد أعمال القتال شمال غرب سوريا مطالبة عن النظام باحترام التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مع تعرضي ثلاثة ملايين من النساء والأطفال والرجال في إدلب والمناطق المجاورة للخطر يجب تفادي تصاعد الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا بأي ثمن كما أن عدم القيام بذلك سوف يؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد الخرق المستمر لاتفاق سوتي من قبل ميليشيا أسد خاصة في المنطقة منزوعة السلاح حذرت على إثره الأمم المتحدة من تزايد سقوط ضحايا من المدنيين حيث وثق مقتل سبعة وعشرين مدنيا وإصابة عشرات آخرين منذ التوصل إلى الاتفاق منتصف أيلول الماضي التقارير الواردة تفيد بسقوط ضحايا مدنيين فضلا عن نزوح الموقت ويشمل ذلك جنوب حلب وشمالها وإدلب الشرقية والجنوبية وكذلك شمال حما ومع استمرار سياسة غض الطرف عن ما يحدث من تجاوزات بحق المدنيين في المناطق المحررة تزداد المخاوف من سيناريو الغوطة وقبل حلب لكن على نحو أكبر